شوفوا لي على المنظر يا غوالي هاد المنظر يلي بده واحدة الله يبارك له بيتزايع محشية الأطراف شغل عمك أبراتب شايفين التانية شوفوا لي الحشوة هون مع حلاها تعرف شو بدي اعملكون بدي اعملكون بيتزايع محشية الأطراف هاي الكاس السحرية عيارة 200 ميلي من الحليب الحليب والدافئ بسم الله خميرة فورية طبعا معلومة أو بعض صغيرة قديش حطيت خميرة بحط سكر بحط ربع كاسة من الكاسة السحرية زيت نباتي يعني قدر ثلاث معالق أكل وهلا بجيب لطحين بدي أربع كاسة طحين من الكاسة السحرية بسم الله خلية ينزلهم كاسة كاسة هادول بيطلعوا أربعمائة جرام طحين وبخلي نصف كاسة عجناب أحطياطا يعني تعرفوا شو نسيت حط؟ نسيت حط شغلهم كتير مهمة رشة ملح سر نجاح أي عجين بالدنيا العجن بس نعجن منيح تاخد عجين ظريف يعني كان بالإيد ولا بالعجانة هلا هاخد قطعة منشان الحشوات يلي على الداير ولح هاخد قطعة منشان بيت زاية ولح هاخد قطعة منشان بيت زاية أكبر من البيت زاية اللي قبله وهلا يا غوالي صار وقت التخمير نغطيهم كتير منيح ما لنا غير الستريتش شايفين ما أسهلون؟ ولا أسهل من هيك ولا أبسط من هيك هلا بأخدوا اللوين على مكان مظلم ودافئ جدا قديش هدولي لقلكون؟ أربعمائة ميلي يعني أقل من نص كيلو بصلي بدي و بدي توم من هون منجيب البصلي أول شيء ومنقطعها هيك ومناخد نصف ومنحطهم فوق البندورة ومنجيب راس التوم ومنشكلس له أموره هيك ومناخدنا سنين لثلاثة بس صغار مو كبار عحسب انتو قديش بتحبوا التوم طبعا هذا فلفل يعني هجيب شوية كاشتب وحط أدر معلقتين أكل من الكاشتب عليها وأدر معلقة أكل من الشطة إذا بتحبوا الحد الكاتشاب والشطة السائلة مع المرتدي اللي بيعملوا خليط خرافي ما بتتصوروه عن جد بيعملوا خليط غير شكل رشة فلفل رشة ملح منحط معلقة صغيرة من الأوريغانو ومنحط زيت زيتون قدر معلقتين ثلاثة تبع أكل من الرشة ريشون رشة طحين هيك ومنطلع العجينة تبعنا خليني أفرد العجينة سماكة البيتزة بتتعلق انتو كيف بتحبوها سميكة رقيقة شوفوا العجين لما يكون مرتاح شو بيرايحك بتعملوا هيك هيك بيفرد معك أرجيني آه منيحة ها على الأد هاي فردناها هلأ كيف ننساوية محشية الأطراف بأول طريقة ويلي أنا كمان بحبها بلاقيها هيكة لذيذة بجيب قطعة العجين بيفردها بشكل طولي بسم الله بنجيب مصطرة وسكين بس بدي قص هذا الحرف وخليها جالسة قدر الإمكان بجيب كتل مكعبات الجبنة اللي عندي وبصفهم هيك شوفوا شلون أو ممكن هيك مثلا على طول العجينة بعد ما صفيتون شو بساوي باخدها من هون شايفين شلون شوفوا هذا الطرف باخده هيك وبسكره وبختمه من هون بهذا الشكل بعد ما ختمته شو بساوي يا جماعة بسكرها من هون شوفوا شلون من النص أو بالسكين بغري بقطع ها خلاص هذا بختمه هيك بعد ما قطعنا هون بنمسك القطعة هيك وبنعمل لأي شكل شوفوا شلون هيك من على الداير ها فيكون تكتروا عجين أكتر من هيك فيكون تقللوا وهذا الموضوع بيرجع لكم أساسا هذا العجين بالفرن بده ينفوش وأساسا هدول هتطلع منه الجبنة بقلب الفرن يعني بيت زايا غوالي هلا بجيب الصينية تبعنا بعد ما ساوينا هون ومنصفون عليها هيك بهذا الشكل لما بحطها بغرزة ليش؟ لحتى تعود بقلب العجينة هلا عندي هون بيضة مع شوية حليب ورشة فلفل بخلطهم مع بعض كتير منيح وبجيب الصينية قبل ما ادهنة قبل اي شي ما حط حشوات وكذا هذا الداير بدهنه هيك شايفين؟ حبة حبة بس هيك دهنة خفيفة كتير خفيفة بعد ما دهنتها سمسم حبة بركة بجيب هيك وبرش عليها وفيكون ما تحطوا شي وهلا بلا شوية جد منجيب الصوص تبعنا مناخدنا كبجاي هيك ومنحطها هون ومندهنة في ناس بتحب تكتر الصوص في ناس بتقلل الصوص حسب الرغبة يعني بعد ما حطينا الصوص منجيب الجبنة جبنة الأشعوان يعني الجبنة اللي بتحبوها انتو اللي بتلاوزها ريفة للبيتزا وبحط بعد ما حطينا الجبنة منجيب فلافلي حمرة ومنصف هيك شوية فلافلي خضرة منحط كم حبة زيتون منجيب الفطر اذا كان فريش عادي او اللي متوفر عنكم فريش او مخزن وهون بالنص منحط شوية الدرة وبس نخلص منحط على الوش شوية زيت زيتون هيك شايفين شوي وهيك يا غوالي بيتزايا تبعنا صارت جاهزة بيتزايا العمارك أبراتيب الفرن اعلى حرارة اوكن اعلى حرارة ليش العجين فيه سوائل اذا ضل بالفرن وقت طويل يبين شاف الافران طبعا المحلات هي افران مسان حجر ولا غيرها تكون حرارة اربعمية فوت البيتزايا مافي ثلاث اربعة داية بتكون طالعة ونحنا بدنا بفرننا هيك مشغله على اعلى حرارة من لما طلعت العجين من التخمير يعني صلو نص ساعة شغال اعلى حرارة فوق وتحت دغري بفتح بحط الصينية وبسكر من شان يضل محافظ على الحرارة بسم الله شوفوا شلون ها وبسكر وهلا عمنا نبلش بطريقة البيتزايا الثانية شلون بنحشيها اول شي رشي الطحين انا عم بحس الطحين عم برشه على حالي مو على الطاولة ما منجيب القطعة الاخيرة اللي زارت عنا هون تلكون هي هي اكبر قطعة دايما انا برقي العجينة ليش لانه هلا بالفرن بده تنفوش فخليها رقيقة قدر الامكان مشان شو ما نفشي تكون مناسبة لنا شوفوا هلا بنجيب الحشوة تبع المرتديلة وحشي هون كلها عدائر الصينية ومن ختمة شايفين بالاصابع شنون عم ختمها ولا ابساط ولا اسهل من هيك وهلا يا غوالي خليني شاكل سلا امور وسألنا شاكل سلا امور شام مريحة شي عب يحترق خرافية جبنة هاي اللي فوق بس تحترق وتغلي غلي خلاص ما يعود فيها مطة لازم هاي جبنة هيك تطلع بس دايبة دوبان لهيك حرارة الفرن لما بتكون عالية الجبنة هاي بتلحق تحترق بس هيك بتسيح العجينة بتستوي ومنطلعها وهلا هاي حاجة بصبصو عليها خيان شيلة عجنة بسم الله مرحبا وقت بيتزايا التانية صارت جاهزة يا غوالي الان الى الفرن شوفوالي على ها المنظر يا غوالي شوفو شوفو شايفين ما احلاها سوفوالي تحت التعليقات يا غوالي ايام لقيناها احلى و بتشهي اكتر رقم واحد ولا رقم اثنين يا ترى بسم الله خليني اقطعها شوفوالي على ها المنظر يا غوالي هاد المنظر يلي بده واحدة الله يبارك له بيتزاي محشية الأطراف شغل عمك أبراتب شايفين التانية شوفوا لي الحشوة هون ما أحلاها كان معكم شيف عمر واتنين بيتزا محشية الأطراف شغل عمك أبراتب سلام